موسيقى ازايهم يا بنات هنتكلم عن أنبولات ألو إيفا بالصبار للتساقط العبوة بيبقى فيها أربع أنبولات كل واحدة بتكون خمستاشر ميلي أنا بالفعل خلصت واحدة هكلمكم عن المكونات وعن الحاجات اللي مفروض المنتج يعملها وطريقة الاستخدام وبعدها هقول لكم التجربة بتاعتي وخدت وقت قدقي أولا بالنسبة للمكونات وهو جواه بيتامين بهتناشر وعشرين معدن وسبعتاشر نوع بروتين بالإضافة إلى خلصة الصبار وبروتين الأمح وفيه عطور وفيه برابين وسوديوم المفروض أن المنتج بيغزي فروة الشعر وبيقوي جزور الشعر وبيقيت للشعر التالف حيويته بيمنحه نموه صحي وأنه هو يزيد من الكسافة ويقلل من التساقط طبعاً وده الهدف الرئيسي ده بالنسبة للمكتوب على العبوان هي المفروض المنتج يعمله بالنسبة لطريقة الاستخدام اللي قيلين عليها أنك بتستخدميه على شعر يكون مبلول مبلول وتدلكي بحرقات دائرية وشعرك ما يتغسلش بالنسبة للتحذيرات طبعاً زي أي منتج لازم تعملي اختبار حساسية الأول اختبار الحساسية بيكون أنك تجيبي جزء من المنتج وتحطيه على إيدك وجزء على رقابتك وحبة من فارغة راسك ما تكونش باينة عشان لو سبب حساسية أو أضرار تقدري تعالجيها بسهولة هو المفروض أنك بتستخدمي مرتين في الأسبوع لمدة شهرين ما ينفعش تستخدميه وانت فارغة راسك ملتهبة أو فيها جروح أو فارغة راسك حساسة وتكوني حذرة وانت بتفتحيها عشان ما تجيش في عينك أو كده وبالنسبة لتحذير أنا هضيفه من عندي أنا لأن الصبار بروتين وكمان بالإضافة لبروتين الأمح إنت لو استخدمتيه بشكل دوري أو شكل مبالغ فيه هيسبب لك تلف بروتين فأنت لازم تستخدميه مثلا مرة في الأسبوع أو تستخدمي أسبوع أو أسبوع لأ علشان تحافظي على التوازن بين البروتين والترتيب في الشعر ولو شعرك لقيته بيهي عشان ما بتيجي تستخدميها يبقى كده أنت عندك تلف بروتين وما تستخدميهاش تاني أنا بالنسبة لي باستخدمها على فارغة راسي بس هم أيلين هي عادي تستخدم على الشعر بس أنا بقيتهاش على شعري خالص علشان ما تعمليش تلف بروتين فأنا بستخدمها على فارغة راسي أنا جربت طريقتين الطريقة اللي قايلين عليها وطريقة تانية هي أن أنا أحطها على شعر جاف قبل ما أغسل شعري بساعتين مثلا أو على الأقل نصف ساعة بستخدمها كده أنا مقابلنيش أي مشاكل في الطريقتين والطريقتين مريحيني جدا بس تحذير إن لو أنت هتحطيها وشعرك مبلول أنت مش هتخسليه تاني وهتبقى هي على فارغة راسي ممكن تسبب لك قشرة وممكن تسد المسام بالإضافة إلى إن الصبار هيخلي شعرك ثابت نوعا ما في مكانه فهيبقى شعرك بانا إن هو ملزق جدا وإنك ما كنتيش غسلته أصلا فأنا برجح إنك إما تستخدمي لو أنت عايزة تستخدمي الطريقة اللي هم قيلين عليها استخدمي جزء صغير جدا ويكون على فارغة راسك بس الأأمن والأحسن إنك تستخدمي الطريقة اللي أنا قلت عليها على شعر جاف وأي مادة طبيعية ممكن الشعر يمتصها في 15 دقيقة مش شعر تساعتين ولا إنك تستخدمها من بالليل ولا الكلام ده كله بالنسبة لإنك هتفتحي الأمبول إزاي هتلاقي الحتة اللي فوق دي أنت هتكسريها وبعد ما تكسريها هتلاقي إن هي تفتحت معك بكل سهولة هتقوم جاية قلبها النحية التانية والجزء المدبف ده هتقفلي بيها وتتأكدي إنك قفلتها كويس وتعملي اختبار إن هي مش بتنقط أي حاجة بالنسبة لتجربتي أنا أنا كنت مستخدماها لشعر عادي وتساقط متوسط يعني حالة شعري ما كانتش صعبة بالدرجة اللي هي هو كان تساقط عادي متوسط فأنا كنت المفروض استخدمتها في 20 يوم أنا الأمبول مخلص كله يعني متبقي في حبة يكفوني مرة كمان واستخدمتها بتاع مثلا 3 أو 4 مرات التساقط لقيته قلب نسبة 60% هو ما قلش خالص ولا وقف خالص بس لقيته قلب نسبة 60% بالنسبة للبيبي هير أو الكسافة لقيت إن الشعر بدأ إن هو يبقى فيه تغطية شوية للفراغات وطبعا مع إن الشعر التساقط قلب نسبة 60% فشعرت بيرجع كسافته تاني طبعا إنتي مش هتعرفي تفرقي هتلاقي حاجات اللي هو عايزة تققي قوي قوي علشان تشوفي النتيجة ده كان بالنسبة لأول أمبول ولسه فضلي فيه مرة كمان يعني إنتي لو بتستخدميه على فروة راسك بس ممكن يعود معاك أكتر من شهرين يعود فترة حلوة جدا ولو إنتي برضو بتستخدميه بشكل معقول علشان ما يسبب لكيش تلف أو يسبب لك إن مسامل فروة تتسد أو قشرة هتلاقي قعد معاك فترة طويلة جدا بالنسبة للسعر هو مش غالي سعره بيتروح بـ 35 إلى 50 جنيه على حسب إنتي بتجيبين منين يعني مثلا لو إنتي هتجيبين من صيدلية هتجيبين من 50 جنيه أنا كنت غايبة من أمازون ممكن أسيب لكو لينك تحت كان ساعتها عليه عرض كنت جايبة بـ 45 باين وساعات بيوصل لـ 40 لو هقيمه هيكون 8 من 10 طبعا لأن فيه عطور ومش كل مكوناته صحية أو حلوة هيكون 8 من 10 لأن بالمناسبة إن سعره يعتبر كويس وإن هو فعلا بيجيب نتيجة وإن 15 ميلي للأنبول الواحد وبيجي لك منهم أربعة فده كويس جدا أنا عن نفسي هقرره تاني وممكن يكون آآ روتين معي آآ لأن فعلا منطق كويس وسعره كمان حلو آآ دي كانت نهاية الفيديو لو أي حاجة عايزني أجيبها وأجربها اكتبولي آآ واقولوا لي رأيكم إيه لو أنتوا جربتوا ده كان نهاية الفيديو معي أشوفكم في فيديو جديد لا تنسوش تعملوا لي اشتراك وتكتبوا لي كلمة حلوة